الشيطان عنده أسماء كما أنه المسيح عنده أسماء وصفات وطبيعة إلهية طبعاً هنا مش بقارن الشيطان بيسوع حاشا طبعاً لأنه مخلوق المسيح هو الخالق يعني فارش لكن الشيطان حقيقةً لما منقرأ في كلمة الله عنده أسماء طبعاً عنده صفات عنده طبيعة وعنده أجناد يعني عنده يعني خدم وملائكة وقوات بمراتب معينة من لاحظ أنه بيشتغلوا في مجالات كثيرة فمن هو الشيطان؟ الشيطان حسب الكتاب المقدس هو ملاك صاقط لأنه كان ملاك نور وتكبر حاول يخلي عرشه مكان عرش الله وبالتالي سقط من النعمة الله وأصبح مضاد لله طول الوقت علشان كده عايز يخرب خليقة الله وعايز يخرب الإنسان اللي صنع على سورة الله وهذا الاسم اللي بنستعمله اسمه لوسيفر يعني فده تاريخه في الكتاب المقدس فإحنا بنتكلم مع كائن روحي والكائن الروحي دي له سلطات واسمه رئيس سلطان الهواء وعنده أجناد زي ما حضرتك قلت أجناد الشر الروحية لكن الشيطان ما يقدرش يكون موجود في كل مكان الشيطان بيبعث أجناده لأماكن مختلفة تمام؟ لكن الفكرة أنه لازم أعرف أن الشيطان ده قوة عنده قوة كبيرة لكن ما خافش منه لأنه فيه واحد انتصر عليه وأقوى منه وأقوى منه رأيته الشيطان ساقطا وده رؤية الرب يسوع لما كان هنا على الأرض والشيطان الرب يسوع انتصر عليه في الموت والقيامة فإحنا مش بنحارب عشان ننتصر إحنا بنحارب من موقع الانتصار ولما أفهم كده حتى لو وقعت في الخطية تكون النتيجة إني أقوم إن سقطت أقوم إن جلست في الظلمة فالرب نور لي لكن أنا لما بعمل خطية والشيطان يجي حاربني يقول لي إيه إنت خلاص فشلت ففيحط روح الفشل لكن إحنا للرب لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح وأنا لما أعمل خطية لازم أسمع لسوط الله اللي بيبكتني بالروح القدس علشان أتوب وأرجع مرة تانية وده اللي بيقدر يخليني أكمل حياتي روحي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر